قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع يسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين لأنهم يقتدون بالسلف الصالح رضوان الله عليهم وهذا شعار أهل السنة والجماعة لا تجد أحدا من أهل السنة والجماعة إلا وهو يعرف للسلف فضلهم ويقتد بهم ولذلك يقول أبو المظفر السمعاني الشافعي يقول رحمه الله شعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم ما هو مبتدع حادث وهذا الأمر أيها الإخوة وهذه السمة يعتز بها أهل السنة ويعلنونها ويبرزونها ولا عيب فيها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبوله على بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله السلفية لقب صالح السلفية لقب صالح فهذا أمر يعتز به أهل الإسلام ويظهرونه ويفخرون به فأهل السنة يسمون كما قلنا بالسلفيين لكن أحب أن ننبه إلى شيء يا إخوة وهو أن العبرة بالحقائق لا بالأسماء فالاسم ليس فرضاً لازما فلو أن بعض المسلمين في مجتمع من المجتمعات إذا تسموا بالسلفيين لحقتهم مفاسد مثل إخواننا الآن في أوروبا بعد أن شوها التكفيريون اسم السلفيين كما سنبين إن شاء الله عز وجل ونشير إليه أصبحوا يتضررون إذا تسموا بالسلفيين فلا يلزم أن يتسموا بهذا الاسم فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء فيتسمون بالمسلمين ويتسمون بأهل السنة ونحو ذلك وكذلك يسمون بأهل السنة والجماعة جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه